ترجمة نانسي قنقر نحفظه على أساس أن نصلحوا الدرد لنا الدرد لنا سيطح فيها جميع عائلة فتقربنا عشرات العائلة تساكنين منهم مرة كبيرة مع أولادها وكل شيء يعني الدرد سيطح عليهم ما مصلحه منين تنمشي وكان عيطوا المحامين لا يجاوبناش هذا هو الرابع في المحامين لا عرفنا عن كيف يمشي كان خلصوه كل شيء وليني مني كان مقفوع للصح ما كان الدرد سيطح لنا الله يجازيكم بخير طلب من الله ومن المحسنين ومن جلالة محمد السادس يشوف معنا هذا الحل حيث يتقاع البيب اللي كان نطرقوهم ما كانش اللي كي يعاوننا في هذا الشيء وضيالت نفيد بعد نحنا الحكم نهائي خاصنا غير المحامي بلغ لنا باش نشجلوا نحفظه باش نصلحوا دارنا ما نلقيناش اللي غنتاجهوا لي بصراحة يعني اللي كنديروه كيتخلى يعني هو وقف صف المحاميين يعني المحامي اللي تنجيبه هذا مؤخرا جبنا محامي من رباط يعني من رباط بعيد على كازاز ما باش يوقف لنا ومع ذلك دالينا الميلف ودبك نعيطولهم مات يجوبناش يعني هاد الشيء بزاف يعني هو كي يقول لك انا ما معترفش بالقانون انا انا خابير يعني هو عزع ما شي حاجة في المحكامة والقانون كينو انصفنا القانون يعني يعني يعطانا حقنا وليني هو ما ما معترفش به وانحنا دبا ضروري خاصنا نصلحوا دارنا ضروري الدار غادي تطيحوا في عشرة العائلات يعني ما يمكنش احنا بضعنا طرقنا بيبان وقفوا معنا الناس اللي يجازيهم باخير في المحكامة وقفوا معنا وليني دبا فهذه المشكلة تنفيذ خاص المحامين اللي يبلغ ماشي حناية يعني اذا كو كان بيدين احنا غا نبلغوا نشجروا نحفظوا وقد ندرناها خاص على طريق المحامي دبا هذا هو الرابع في المحاميين يعني لي كان ديروه كي يدينينا الميلف وكان نبقوا مورا مستار از عمان بقوا نجري من مورا باش كي عاد يرجع لنا الميلف هذا دبا جانا بعيد احنا في بورغون وهذا السيد المحامي درناه كين في الرباط يعني مني كان شو رباط ما كينش ودبا احنا يعني ما ملقيناش الحل اشنا هو غا نديرو ما عارفناش عندنا الحكم دينا عندنا كل شي موني الحل ما عارفناش كان طلب من جليلة المالكة محمد الساديس يوقف معنا الله يرحم الوالدين هاد الوقفة ارى محتاجين له والقانون ارى كي يقولك انا يا اما ما معترفش بالقانون وكان طلب من الله ومن المحسنين يوقفوا معنا فضل قد يالله يجازيكم بخير ارى الدار خاصنا نصلحوها وعدنا قهنونا كل الله يرحم ليكم الوالدين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة